اتفاقية تعاون وقعتها حكومة البلاد مع الوكالة الفرنسية للتنمية تنص على تمويل المرحلة الثالثة لمشروع دعم قطاع الصحة العامة في جاد بقيمة 7 مليارات فرنك سفاء وقع الاتفاقية من جانب الحكومة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلينغ ومن جانب الوكالة السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة بيتراند كوشري الذي أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية وما تهدف إليه في دعم مساعي الحكومة الرامية إلى توفير الخدمات الصحية النوعية للمواطنين بجميع الأراضي الوطنية وأضاف كوشري أن بلاده ستظل في مرافقة الحكومة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية خلال المرحلة الانتقالية الثانية أما وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلينغ شكر الحكومة الفرنسية على وقفها الدائم بجانب البلاد وقال إن هذه الاتفاقية ستعزز مجالات التعاون المسمر بين البلدين في كثير من المجالات وأضاف أن المرحلة الثالثة لمشروع دعم قطاع الصحة العامة في كات تمثل جزءا مهما من آفاق التعاون القائم بين كات وفرنسا كما أشاد وزير الصحة العامة والوقاية بجهود الحكومتين واهتمامهما بقطاع الصحة العامة الحمد لله أننا الآن أملنا عاقت تهتراية رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد تريسد بإذنه وبالنسبة لمجال الصحة هو الذي يعني يراقب دائما وعبدا ويساعدنا على أساس الشعب الجادي يعيش في آفا يعمل مشروع دعم قطاع الصحة العامة في ثلاثة ولايات وهي وداي لوجون الغربي وأنجمنا موسيقى